موسيقى ورجعنا لكم تاني من الفاصل مع برنامجكم حدوتة ومعايا ضيفي ضيفي طبعا كل مصر كلها يمكن بتستنى الفقرة دي او بتدور على حد يكون متخصص في المجال ده انا معايا ضيفي مصفف الشعر جمال محمد جمال شهرته جيمي ومدير علاقات العامة بمركز سيزر هاب ببنها ومشرفنا منورنا يا جمال بنور حدرتك ولا نقول يا جيمي 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 مين جيمي جيمي من قرية ريفية اسمها قفر دميت نو مركز المحلة الكبرى تشرفنا يا جيمي احنا طبعا بعد ما تواصلنا مع حدرتك وتشرفنا بوجودك معنا شرفنا يا طبعا عرفنا ان حدرتك في المجال ما شاء الله يعني حدث ولا حرق فحبين ناخد منك يعني قلنا الحلقة مش عايزين بقى النهاردة نعمل يكون فيه موديلز يكون فيه حاجات احنا عايزين ناخد اسرار بما ان المركز عنده المركز متخصص في العناية بالبشرة والشعر للرجال خلينا بقى بتكلم السؤال اللي كل الناس بتتكلم فيه دلو اصبح الشباب دلوقتي عندهم كماليات اكتر من البنات السشوار والبيبيليس ليه بيجهدوا الشعر وهل استخدام السشوار او البيبيليس احيانا ما هو خارج رايح الجامعة يلا خلاص هعمل السشوار هعمل ببيبيليس عشان القصة بتاعتي عشان كده تنصحه بايه او تنصح الشباب بايه هو عمتا مهم هنصح هو هيعمل يعني استشوار هو خلاص اخد على كده بس هو 90% الاستشوار بيتلف الشعر بيتلف الشعر اكيد وجاء لك شعر تالف بقى من الاستشوار ومن الببيبيليس هتقول له ايه او تنصحه بايه او تقول له خلاص هتو زيره لا مش هنجيب زيره بس هني اعتمد على اللي هو الترتيب ترتيب مش هقول اسامي الترتيبات بديل بس فيه ترتيبات كتير فيه ترتيبات طبعا انت عارف السوق بقى في حاجات صيني وفي حاجات والله يعني حضرتك انت فيه قدامك حاجة وليكن تقريبا مثلا بعشرين وفي حاجة بثلتمية انا مقدرت اللي انت حابك جيبيه كمتخصص انا يعني ابني جالك وطبعا شعره تالف او 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 وانا حابة يعني عايزة ارجع طبيعة الشعرية مش اكتر مش هضيف عليها حاجة الفرد الفرد هل الفرد اللي البنات بيعملوه نفس الفرد اللي بتستخدموه كالرجال يعني هو هو بس فيه حاجة اسمها بروتين البروتين عمتا حسب نوع الشعرية انت حابة بروتين فرد ولا فرد ومعالج ولا معالج بس بتفرق بتفرق قبل بروتين كان طلع فترة انه هو مصرطا وبيقدي الى امراض عزنا الله تمام هل ده حقيقي كان فيه هو عمتا حقيقي حقيقي انه البروتين بيقدي قبله دلوقتي على الساحة فيه بروتين بالكولوجين فيه بروتين بفيتامين معرفش ايه حاجات كده مسميات كتير جدا 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 وطبعا الناس بتجري ورا الحاجات اللي بتفتكر انها وتتبع للأسف افخم صيدلياته في اماكن كبيرة بتتبع على انها هتعالج الشعر هتعيد انبات الشعر والأسف ما بيجيبش نتيجة المرضية ما هو المشكلة في حاجة دلوقتي المشكلة ان انا هعمل بروتين ما هو يعني قبل البروتين انت سايبه شعرك وليكن الشعر تالف طب هعمل بروتين هو تقريبا يعني ستين وليكن ستين شعرية في اليوم تمام بيقعوا تمام فانت لما بتعمله بروتين حضرتك لما بتجي تعمله بروتين خلاص انا عملت بروتين فما بسرحش ممكن اعب بقى سنة ونص ما بسرحش شعري فلما اجا سرح اتوقع ان فيه شعر كتير نزل الاهتمام اكيد طبعا والبروتين لها حاجات يعني لازم انت تتعامل معها زي جونسو زيرو سوديو مع هو ده بيبي اويل وحاجات الاطفال بتبقى زيرو كل حاجة يعني بتبقى حتى عشان الطفل والحفاظ عليه بالنسبة ايه سبب تساقط الشعر بعد استخدام السشوار وهل ده بيبقى الشعر مجهد ولا هو اساسا للسشوار بيقدل تساقط الشعر وبيتلف الشعر والله لو لو اتكلمنا في محور تساقط الشعر هنخش في موال كبير قوي لان له اساسي عامل نفسي ممكن يكون عامل في الجو اسببت كتير ما اقدرش اقول حاجة يعني منها محددة في عوامل كتير جدا يعني ده مش سبب لاستخدام احنا بنعالج جالي تساقط في الشعر بنعالج بس ما فيش حاجة مع يعني ما اقدرش ان انا اشخص لان انا مش دكتور انا مصاف في شعر ما اقدرش اخصص حاجة معينة اقول لك مثلا هاتي جزا لا انا بقول لك وليكن شعرك مثلا تالف بياتساقط هاملي كذا 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 وانت حضرتك قلت بنعالج هل فترة العلاج بتاخد وقت طويل ولكن على حسب الشعراء اللي قدامي برضه اب هو العلاج بيبقى ايه العلاج بتعالج بيبقى ايه طرق العلاج ايه فيتامين بيبقى اه بيتامين ها مع زيت بيبي بنعمل خلطة منهم تمام على وليكن مثلا اتنين تلاتة جرام زيت زيت يعني اي زيوت مرتبة عماتا يعني وليكن مثلا زيت بيبي تمام بنضفهم على بعض وبنعمل خلطة منهم وبنقول له مثلا يومي يومي او كل مثلا سبوع مرة يعني انت حضرتك تقدر تقول للشباب انه هما يستخدموا مسكات طبيعية في البيت يعني زوري سوديوم زيرو يلجأوا للمنتجات بتاع الاطفال لغاية ما يوصلوا لانه هي زوري سوديوم هي دي الحاجة الوحيدة يعني اللي ممكن هتفيد يعني السشوار ما يقصرش احنا عايزين نوصل للنقطة دي لان كتير لا هو بيقصر بيقصر برده اكيد دي اكيد كل ام دلوقتي حل ما حياتها انها تشوف ابنها او بنتها شعرهم ناعم ومفروض وان يبقى حاجة كويسة يعني فبتلجأ انها تعمل لهم بروتين في سن صغير خمس وست سنين معا ولا ضد لا ضد لماذا فقا يعني عايزين اسباب احنا كلنا بنفرح ان خلاص بنتي شعرها خلاص بقى ناعم والى حد ما هتعتمد على نفسها انها تصرح شعرها او ابني كذلك فبنلجأ للحلول دي تمام في حاجات بديلة بديلة نعملها لأولادنا في البيت او نرطب لهم الشعر بحيث ان يكون الشعرية دايما ملمسها ناعم ومفروض انا ما كنتش حابة اقول مساميات بس مش مشكلة يعني للاطفال انا يعني بحب او بخصص لهم جونسون ده رقم واحد تاني حاجة بنتين بديل الزيت تمام بالنسبة للمسكات بقى يعني عريس وجاي لك المركز بقى عريس بقى يعني جاي بيتو سنتر كبير وليه سمعته ومشاء الله فهيخرج ازاي من عندك والمسكات هتكسفها معايز ازاي لو جالك مثلا قبل فرحه عشر خمساشر يوم وعايز يعمل شوية رولز تمشي عليها بحيث انه يبقى الدنيا تمام يوم الفرح بيجي لي مثلا وليكن قبلها باسبوع مسكات مع حمام بقار تمام بنتواصل مثلا كل يوم ويوم يعني على المعتقد لحد مثلا وليكن يوم الحنة وبيبقى فيه بيجي بقى ياخد تمام مسكات كامل ست مسكات او يعني العدد اللي هو مثلا وشه يعني او البشرة بتحتاجها تمام فيه شد فيه ترتيب على حسب الشعرية نفسها او على حسب البشرة نفسها تمام مع البقار طبعا زي ما احنا عارفين وفاهمين انه البشرة الدهنية الدهنية غير البشرة المختلطة غير البشرة الجفة فالطبيعي بيبقى فيه نوع ممكن يكون متكرر عندك النوع المتكرر البشرة الدهنية ولا البشرة الجفة ولا البشرة المختلطة لا الدهنية الدهنية تمام البشرة الدهنية دي ليه بتبقى عوامل الطبيعة ولا بتبقى جينات لا الاتنين الاتنين او بالنسبة ان احنا يعني هنركز شوية على الاطفال لان دلوقت الطفل عنده خمس سنين يا امي انا عايز اعمل تسريحة وليكن بدون ذكر فنانين او لعبة كورة او 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 وعايز اعمل تسريحة مثلا بفرق عايز اعمل تسريحة كده زي ما حضرتك فاهم يعني وبيبقى فيه الوان بتتضاف على الشعر تحديدا يعني الالوان دي بتخشن الشعر فعلا ولا لا تنصح بيها للاطفال والكبار ولا وهي بصي هي عامة ملهاش ضرر لان اول ما هاخسل الشعر هي راحة مش مستمرة على الشعرية مش مستمرة ملهاش اضرر على فره الشعر لا ملهاش اضرر انا حبيت مثلا اعمل لابني اعمل له مثلا اوديه عند جيمي انا وليكن عمه بتجوز خلته حد يعني عندنا فرح وحبه ان انا اطلع ابني برضو حد يكون يعني طالع من تحت ايد جيمي بمعنى اصح جالك طفل هل خطرته وجالك طفل مثلا وزحقك وقلت مش هعمل للولد ده حاجة ده شاقي او بتعاملك ازاي مع الاطفال بتقدر تقنعهم بقصات ايه جالك مثلا ولد وحابب يعمل قصة وهي مش يعني يا حرام وشه صغير فالقصة دي مش هتبقى مناسبة بتقنعه ازاي بقى في حالة نوبة العيات واكيد بيمر عليك الحاجات دي ما هو حضرتك لو جتيلي فاكيد انا مش هعمل اللي انت هتقول عليه انا هعمل اللي انا شايفه جميل تمام بس في الاول وفي الاخر هيتعمله زهقني بيعيط هيتعمله لان مصفف الشعر هو يعني شغال عشان يرضي الزبون ماينفعش اطلع من جسد من عندي او زبون يطلع من عندي زعلان لازما بنسبة 95% يطلع مبسوط جميل جدا لازما هو اللي يتكلم عن سيزر هب او جيمي ماينفعش يجي ويبقى زعلان لا ما عندناش الموضوع ده اطلاقه خلاص بندعو بنها يا جماعة ما تقلقوش بالنسبة الهالات السودة بقى يعني جالك مش ضروري بقى نربطها بالافراح او بكده جالك مثلا حده وعمل حلقة كاملة ويعمل ماسكه واكتشفت انه عنده هالات سودة وانت بتعمله علاجها ايه المسكات يعني تفتيح مسكات تفتيح من اول مرة لا الشتيجة طبعا من اول مرة بالنسبة للبخار عمام البخار وطبعا الاجهزة دلوقتي كتريت والبخار عامل اساسي في تفتيح البشرة والمسامات اكيد ولا يعني استخدامه كام مرة دا هو طبعا هو اساسي المسام بتاع الجلد هيفتح الوش بيبقى عامل اساسي مع المسكات طبعا عند حضرتك اكيد في المركز فيه اجهزة وفيه تقنيات اكيد طبعا ممكن تكلمنا بقى عن اجهزة اللي انت بتستخدمها في حالات المسكات في حالات مثلا يعني زي الاجهزة اللي بتوقف يعني عارفة ان المركز عند حضرتك زبا فيه زبا وفيك الاجهزة اللي عند حضرتك اللي بتستخدمها او الاجهزة اللي بتبقى بتجيب نتيجة فعلية يعني بصي هو ما فيه يعني ما فيش حاجة محددة الا ان احنا منعين اللي هو يعني بخار اه يعني بخار موافقين عليه تنضيف بشرة بقى اللي هو ايه الادوات والكلام ده لا مش تخصصنا يعني مش بنحب نلعب فيه يعني حتى البش مهندس ايمان الاشهب يعني مأكد على الحيطة دي قوي قال لك جلدية تخصص جلدي بخار موسكات كل حاجة فيش اي مشكلة يعني البش مهندس اصلا مانع اطلاقه ما شاء الله رولز بقى وانتم متابعين الروز دي ما تقدرش تختاله عنها اكيد يعني الهندسة يعني مدينة الحرية التامة مش ان انا مثلا جيميلي اللي شغال في السنتر او لا هو اخ مدينة الحرية التامة عشان جده احنا بنحب نشتغل واحنا يعني بنبقى مبسطين هو بيبقى في وسطنا ما ده ده الانتباع هو ده يعني العامل الاساسي اللي محببنا في المكان اللي احنا بنشتغل بنجيب كل اللي عندنا يعني بنحب ان احنا نجيب كل حاجة يعني اي حاجة احنا بنشوفها لو جبتلي صورة قلتلي صمم دي اصممها ما شاء الله من حبنا المكان ما هو ده الانتباع اللي وصل لنا وده شباب كتير يتعاملوا معاك وكده يعني من ترشحات كتير جيمي وسيرزهب فاحنا كنا عايزين برضو نعرف حدوتة سيرزهب مع جيمي لا سيزرهب طبعا مع جيمي هو الفضل الاول لربنا وبعد كده البش مهندس ايمان اشاب هو اللي وصلنا اللي هنا فيه من كرهاش طبعا اه كنت رايح له صنايعي بس المهارات واللي طلع نجم او اللي طلع جيمي بش مهندس ايمان اشاب ما شاء الله كل مجال بيبقى فيه كل يوم اكتشافات جديدة واجهزة جديدة وكورسات جديدة ساعات ان انت تاخد كورسات في مراكز او في اماكن متخصصة اللي عنها بالبشرة والشعر ان انت تجدد من نفسك وتطور من نفسك ولا ده كان بدافع من البش مهندس ان هو عايزك يدفعك لان ان انت تاخد كورسات ما شاء الله يعني احنا مش محتاجين ان احنا نقل كورسات احنا فاضلينا خمسة في المية مش عايز اقولك احنا وصلنا يعني ان احنا هنده كورسات جميل وفيه ناس بتطلب ان احنا ندها كورسات بس احنا مش يعني مش وقته لسه مرحلة قادمة اللي عن دس ان شاء الله في الخطة اللي جاي ان شاء الله دي حاجة مفرحة كان فيه سؤال كان اضطرح علينا انه مثلا شباب طبعا عارف حضرت يعني فترة الشباب وحب الشباب والندوقات اللي بتطلع واللي بتسيب صبغات وكده ومثلا عايز وجالك يعني بتنصحه مثلا بجلسات او لمدة قد ايه اسبوع بتقعده على الاجهزة عندك بتعمله جلسات بالاجهزة عندك في المركز ولا بتقوله إلجأ طبيا وبعدين تعالي لا طبيا اول يكن مثلا همشي مثلا معام مسكوت بعد كده بالبخار تمام ما جابش نتيجة بقوله دكتور على طول معها مش تخصصي مش تخصصي بالزبط طبعا عارف الكريمات اللي في صيدليات وتركبة الكريمات وحط الكريم ده على المرهم ده على الكريم ده ويتحط ليلا على الوجه ويبقى فيه اختلاف درجتين لا اختلاف ثلاث درجات ده بتبقى انت بترشح برضو الكلام ده ولا بتتجنب بحيث انه لو جاب نتائج سلبية ما يبقاش فيه لوم على جيمي بان هو ولا فيه كريمات انت مجربها وتركبات فده اللي انا اقول لحضرتك على نوع كريم معين بشرتي من ازاي بشرة حضرتك كل واحد يعني يعني مجاله او يعني البشرة بتاعته من ازاي التاني تمام انا ممكن اقول له مثلا على ماسك على كريم ممكن يعمل مع احبوب البشرة الدهنية يعني فيه كتير حاجات زي غسول مشهور جدا لدى ازيكري اسمه فيه ناس بشرتها دهنية وعملت مع احبوب وهو اصلا تخصصه حبوب مش مش هديكي الاكيد اوي لان ده يعني تخصص برضو دكتور جلدي تخصص دكتور جلدي بالزبط وبيبقى فيه طبعا يعني انت سبق وذكرت انه ما شاء الله عندكم في المركز مش محتاجين كورسات انت هتعطوا كورسات ان شاء الله فيبقى فيه حاجات كده خفاية واسرار خاصة بجيمي خاصة بالمركز انا عايزة اطلع منك كل الخفاية فلنفرض انه يعني المشاهد اللي شايفني النهاردة مش متواجد او مش في محافظة اخرى مايقدرش يجيلك المركز فتنصحه بايه ومسلا بغض النظر بقى عنده انترفيو شغل وحابب يكون رايح في ابها سورة رايح يخطب يتجوز فانت بتنصحه بايه حاجات يعملها مثلا في البيت او حاجات يتبعها البشرته او حاجات يتجنبها عايزين باستفادة في النقطة دي عشان السؤال ده متأكد عليه اول طيب كأسرار مش هينفة لانا اقول أسرار تمام بس اللي انا اقدر اعفيدك يعني ان هو لو طلب حد من تيزرهاب سواء جيمي او مستر حمدي لو لو في اخر الدنيا احنا بنروح احنا طلقنا معنا ارسان في المحل عندنا وفي ارسان من المنصورة احنا بنروح لحد عندهم لحد عندهم دي جميلة دي وبرضو يعني مثلا وقت ضايع وكلموكو بتروحوا المهمة بتتم بنجاح يعني الهندسة بياخدنا من المركز بالعربية بتاعته على طول جميل جدا التلفون على طول جميل جدا احنا كان فيه جي فترة في السوق انه فيه كريم يعني انا يعني بس تحرم ان هما كانوا بينزلوا اساسا في الصالونات انه كان فيه كريم كان يكون معمول من السودا الكوية لفرد الشعر الكريم ده للأسف ناس كتير بتسترخصوا بيعملوا في البيت يعني بيشتروا وليكن الكريم البطرمان ما بيكلفش 20-30 جنيه والأسف شباب صغيرة وعايزين انه هما يعملوا الفرد ده والريدي عملوه بس للأسف للأسف جاب نتائج عكسية جدا وبيحصل تدمير نفسية قبل تدمير الشعر بتنصحهم انه هما هو عمل خلاص ووقع في المشكلة بتنصحه انه هو يعالج شعره ازاي انه هو يتفادى الموضوع ده بايه غسل مثلا ايه الوقت اللي المحدد يخسل شعره ايه الوقت اللي ممكن يحط عليه حمام كريم كويس بتنصحه بايه هو يعني عامة يعني يكون نوع حمام كريم كويس تمام يمشي عليه اه مع يعني الميا اللي هيخسل بها تكون دافية لا عالية جدا ولا ساعة لا تكون في المتوسط باستمرار مع مثلا حاجة مرتبة زي اللي انا قلت ايه يعني اسمها داي بي بي اويل تمام بتجيب نتيجة كويسة في خليل قد ايه او في حاجة برضو اسمها نيزابيكس تشيل الفطرات اللي في اللي في الشعر اللي في الشعر بتشيل القشرة كنت لسه اسألك في وصفة لمون بقى دي انا شفتها بعيني شباب وفي الصالون ومسكين لمون وحطين الجسط على الحود ونزلين باللمون باللمون ده بيضع في الفروة او لا ده فعلا بيساعد انه يشيل القشر بس انت حضرتك قلتنا بقى الاسم المنتج والله انا ممكنتش حاببا اقول اسامي بس اكتر حاجتين استعملناهم وجابت في القشر وفي الفطريات مع الفرد والكلام ده هو نيزابيكس او نيزارول الاتنين دول عن تجارب عن تجارب كويسين جدا معاهم بنتين بديل الزهد لان نيزابيكس او نيزارول بتنشف الشعرية فاحنا عايزين حاجة تشيل الفطريات وتشيل الفرد وفي نفس الوقت ترطب الشعرية ترطب الشعرية اه طبعا ولا تعيد انبتها يعني ما هي يعني ترطيب ان انا بعيد بتعيد وبالنسبة بقى التوم يعني هات تبصين توم وحطهم ما عرفش على المكان اللي فيه الشعر والكلام ده بتشجع لطريقة دي ولا لا ابررسالة شكر بقى جيمي يوجه المين في اخر اللقاء واولا قبل ما نختم انا بشكر وجودك معنا وشكرك تلبيت الدعوة وان شاء الله من تقدم لتقدم وان شاء الله تكون منافس للباش مهندس لا لا اخويك كبير طبعا وعلى ورس فتفضل حضرتك شوف وصلت الشكر يعني رقم واحد اشكر الباش مهندس عيمان الاشهب لانه وصل يعني لو مش هو جيمي مش هيبقى مع حضرتك النهار وتاني طبعا اخواتي طبعا في البلد ان هما لما دخلت المجال شجعوني هتوسخ يعني فيه اسام كتير يعني فيه ربيل قد فيه ناس كتير يعني ما شاء الله يعني اخواتي كانوا في ظهري دعموك اه طبعا يلا حظ موفق ان شاء الله ويا رب تكون الرسالة وصلت لهم ان شاء الله ولقاء اخر ان شاء الله في حدوتها جديدة وانتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة